أقوى وصفة ممكن تستخدميها في حياتك لإزالة شيخوخة البشرة وتكافح تجعيد الوجه، ترمم البشرة، تحارب البقعة الداكنة، تزيل التصبغات في الوجه. وصفة مذهلة تصلح خلايا البشرة التالفة وترطبها، توحد اللون. هي وصفة ترميم البشرة وإعادة بناء خلاياها. اهتم ببشرتك بالوصفات الطبيعية ومكوناتها الموجودة في مطبخك وداوم عليها. إذا يهمك الموضوع، شوف الفيديو إلى الأخير. أول عنصر في الوصفة هو الأرز. الأرز العادي، اطحنيه أو اشتريه جاهز مطحون. الأرز سر جمال بشرة اليابانيات. هذا السر الرائع الذي يمنحك البشرة المشدودة، البشرة المتوهجة والصافية. استغليه إذا كانت بشرتك حساسة أو جافة أو تتحسس من الأرز، أقدمه لك بطريقة طبيعية يناسب نوع بشرتك. قومي بوضع الأرز المطحون في إناء مقدار أربع ملاعق كبيرة. ضيفي له مقدار من الماء، مقدار كوب أو كوب ونصف حسب كمية الأرز. أطبخي هذا المنقوع على نار قليلة لدقائق. نقسم الخليط إلى ثلاث أجزاء من أجل صنع ثلاث وصافات. تكافح الشيخوخة وتشد البشرة وتزيل علامات تقدم في السن وتفتح اللون في نفس الوقت. وصفات رائعة ومضمونة. نضيف إلى الخليط الأول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. يعتبر زيت الزيتون مضاد للأكسادة، رائع كدوهان، يشد البشرة ويزيل علامات تقدم في السن بطريقة طبيعية آمنة. يصلح لكل أنواع البشرات. ثاني مكون ملعقة من الحليب. غنيب اللاكتيك أصيد، غنيب العناصر التي تحتاجها البشرة. يساعد في تفتيح اللون وفي شد الوجه وإزالة التجاعد في نفس الوقت. أخلط المكونات الثلاثة مع بعضها البعض. استعملي هذا القناع على الوجه، على كل الوجه. يمكنك وضعه على جوانب العين، لكن تحت العين لا تستعمليه. ضعيه على الرقبة أيضاً. يترك لمدة نصف ساعة، ثلاث مرات في الأسبوع. ستلاحظين نتيجة رائعة على الوجه. ستصبح البشرة مشدودة وصافية وخالية من البقع والتسبع والتراهلات. وكل مشاكل البشرة سوف تزول. لأن عناصر هذه المكونات من أقوى العناصر التي تحتاجها البشرة والجلد. يمكنك الاحتفاظ بالخليط لأسبوع، وبعد ذلك اصنع كمية جديدة، لكن خبيه في الثلاجة. شوفي الوصفة الموالية بنفس المكون، يعني مغلة مطحون الأرز. الوصفة الثانية نضيف أيضاً خليط الأرز المطبوخ. نضيف له مبشور، قشور البرتقال أو قشور الليمون الحامض. غني بالفيتامين سي ومضادات الأكساد التي تعالد جميع مشاكل البشرة وترممها. مقدار ملعقة، ونضيف القليل من بياض البيض يشد الوجه وغني بالبروتين الذي يغذي البشرة ويجعلها مشدودة وصافية مثل بشرة البيبي. القليل فقط من بياض البيض، مقدار ملعقة كبيرة ونصف. تخلط كل المكونات إذا أردت استعمال الخلطة وحدها هكذا يمكنك ذلك، أو إذا أردت إضافة القليل من العسل يمكنك ذلك. إذا كان العسل من أصل الطبيعي الصافي متواجد عندك، ضيفيه وأخلطيه. طبقي الماسك على الوجه يكون نظيف. على الرقبة أيضاً، يترك لمدة نصف ساعة. يزال بعد ذلك بالماء الفاتر وأعيد غسل الوجه بالماء البارد ورطبي البشرة بزيت اللوز الحلو أو زيت جوز الهند أو أي نوع كريم مرطب خاص بك. يستعمل هذا القناع ثلاث مرات في الأسبوع. يمكنكم الاحتفاظ بالخليط في الثلاجة لأسبوع. وصفة رائعة تشد الوجه وتزيل التجاعد وتصف في البشرة. تكافح الشيخوخة فيها كل العناصر التي تغذي الجلد. انتقلي معي إلى الوصفة الثالثة. خليط مطبوخ الأرز نضيف له هذه المرة. سفار البيض وليس بياض البيض. سفار البيض مكافح للشيخوخة بطريقة طبيعية. ضيف القليل من زيت الزيتون أو أي نوع زيوز ثانية مناسبة لنوع بشرة. مثلاً زيت أرقان، زيت اللوز الحلو، زيت الخيار، زيت الورق. اختاري. تخلط كل المكونات مع بعض هلبة. تبق الخلطة على الوجه. على الرقبة أيضاً. تترك لمدة نصف ساعة. ثلاث مرات في الأسبوع. تقسل بعد ذلك البشرة بالماء الفاتر. يعاد عملية غسل الوجه بالماء البارد. ورشي التونر أو رشي ماء الورد على البشرة. ورطبيها بزيد اللوز الحلو إذا كانت متوفرة عندك. أو أي نوع مرتب متوفر عندك. يمكنك أن تضعي هذا الخلط في الثلاجة لأسبوع. ثلاث وصفات رائعة. بمسحوق الأرز. تعمل على شد الوجه وترطب البشرة وتزيل البقع الداكنة منها وتصفيها. تشد الوجه وتكافح الشيخها في نفس الوقت. مكوناتها طبيعية متوفرة في كل مطبخ. الأرز هو سر جمال بشرة اليابانيات. السر الذي يعمل على شد الوجه وتفتيحه في نفس الوقت. تصلح لكل أنواع البشارات. أضيفي الإضافات المناسبة لك. إذا عجبك الفيديو عملي لايك وشير. فعلي زر الجرس في القناة ليصلك الجديد فورا نزوله. استفيدي من وصفاتي. هي تعتبر كمز من الطبيعة وموسوعة من الخلطات. استغليها. شكرا على الدعم وعلى الثقة وعلى التواجد الراقي في قناتي. نتمنى تتبعوني على الإنستغرام وصفحتي على الفيسبوك وموقعي الإلكتروني للوصفات الطبيعية المكتوبة في مقالات. إذا بحثتم عنها في جوجل سوف تجدونها. سأترك لكم كل الروابط في صندوق الوصفة. شكرا بزاف وسلام.